كيف تقيم اختيار الشيخ نعيم قاسم بدلاً للشهيد حسن نصر الله؟ هل يملأ الفراغ؟ أقل شيء يفترض أن يكون هدفه وإنتميه طيب من هو صاحب القرار في الحرب والسلم؟ لا نجد فيه عار ولا نجد فيه عيب أن نكون مع إيران من سيكون صاحب الطلقة الأخيرة؟ يكفينا في هذه الحرب ودخولنا في هذه الحرب أن نرفع عن أنفسنا وعن العراقيين جميعاً عار السكوت العربي هل هناك شخصية عراقية تخشون استهدافها من قبل كيان؟ يجب الحفاظ على السيد السستاني بكل الأحوال قال بأن إيران هي صاحبة القرار والحرب الدفاعية لا تحتاج حتى إلى فتو طيب دخلكم الحرب أنتم كفصاء العراقية ألا يسبب هذا حرج للحكومة العراقية؟ أنتم قد تعرضون الاقتصاد العراقي للخطر كل الدولة العراقية مدانة إلى فصائل المقاومة في البقاء مرحباً بكم في الدائرة وضيفي الشيخ كاظم الفرطوسي المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء حياكم الله سمحت الشيخ حياك الله سمحت الشيخ؟ عندك تصريح يوم 23 عشرة سنت 23 قلت أن كتائب سيد الشهداء لن تتأخر في دخول الحرب في حال واجه الكيان لبنان هل فعلاً دخلتوا الحرب؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم بداية أوجه تحية وإجلال وأكبار لهذين الشعبين الصامدين لبنان وفلسطين وأنا أعتقد أنهما أسطورة الشعوب وأيضاً تحية لكل ما تطينا على جبهات القتال في فلسطين ولبنان نحن اليوم نتحدث بلغة الحرب والعراق دخل هذه الساحة فصال المقاومة دخلت هذه الساحة وفصال المقاومة اليوم تستهدف الفلسطيني المحتل والكيان الغاصر وأكاد أن أجزم أنه يومياً هناك عمليات استهداف من العراق وبعض العمليات كانت مؤثرة جداً من منطلق هذه الحرب على فلسطين وبعد ذلك لبنان كانت هي عمليات العراق حاضرة وكراراً ومراراً في أكثر من مكان هنا وغيرها ذكرنا أن التأتيم وعدم الاعتراف بالعمليات العسكرية التي تنطلق من العراق من العدو هي كان بسبب أن العدو لا يريد أن يوحي إلى مواطنين لأنكم أمام حرب من أربع جهات هذا أولاً ولا يريد أن يعترف بالمقاومة العراقية أن قوة تستطيع أن تستهدف الكيان الصهيوني و معلوم أن الاستهداف هذا لم يحصل من قبل إلا عبارة عن مسرحية حصلت في الثماينات طيب دخلت الحرب فقط في استهداف الكيان لو دخلت أيضاً كمقاتلين في هذه الجبهات نحن نلب الحاجة حاجتنا الآن هذه طلبة منكم هذه الحاجة؟ لم تطلب ولكن نحن نقدر وأيضاً هناك تنسيق في هذه المسألة أما على مستوى الأرض والحرب البرية والخوات الموجودة على الأرض فأعتقد أن المقاومة الإسلامية في لبنان سواء كانت حزب الله أو حركة أمل لديهم أعداد كبيرة جداً تفوق الحاجة بعشرات المرات وتعلم أن التكتيك الذي يعمل فيه حزب الله هو التكتيك عسكري بطريقة حرب العصابات والاستنزاغ وهذا لا يحتاج إلى أعداد بيئة وطبيعة في هذه المناطق لا يمكن أن يكون هناك أعداد كبيرة وأطراف لم تألف وتعيش في هذه البيئة قد تضطرون إلى الذهاب إلى جرعات إذا كان هناك حاجة سنلتفد ونتأخر اليوم نحن نتحدث عن محور مقاومة وحلف جهادي كيف يمكن لنا أن نقبل أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك بشكل مباشر بالتمويل العسكري وكذلك بصواريخ وكوادر تشغل هذه الصواريخ مثل منظومة التال ويعاب علينا أن ننصر هؤلاء الذين ينادون يا للمسلمين كل يوم اليوم هناك مجازة وحشية في كتلسطين مجازة وحشية في لبنان تتعدى مسألة الحرب البرية تتعدى الحرب العسكرية تتعدى كل المقاييس تتعدى كل قوانين الطبيعة وقوانين الأنظمة التشريعية الموجودة اليوم نحن أمام الحرب لا توصف بوصفة أنها أقل ما يمكن أن يقال أنها جريمة ممتازة من جرائم الحرب والعبادة من هو صاحب القرار في الحرب والسلم عراقيا؟ شوف وفقا للدستور نعم البرلمان العراقي هو صاحب القرار ولكن في مسألة فلسطين وإسرائيل هناك قرار سال المفعول نحن في حالة حرب من عام 42 لحد الآن ليس هناك أي قرار بإيقاف الحرب مع إسرائيل وليس هناك هدنة وقعت أو اتفاق أو جهود دولية لإيقاف هذه المسألة الكل ما حصل هو السكوت حالة اللا حرب واللا سلم وبالتالي اليوم لا أحد يستطيع أن يقول أن إدخال الحرب أو إدخال العراق في هذه الحرب مع إسرائيل هو أمر جديد ليس الجديد اليوم العراق ما أروف بتاريخه دخل الحرب وقاتل ووصل إلى مشارفة الأدية هذه من ناحية السياسية ومن ناحية الدولة حتى من ناحية القانونية دينيا من هو صاحب الحرب والسلمة؟ دينيا نحن نعتقد أن الكل يعلم أن فتاوى مقاتلة إسرائيل موجودة دائما وأيضا لا بد أن يفهم الكل وأيضا لفائدة المستمع الكريم أننا هذه حرب دفاعية وليست هجومية قد يبدو مظهرها هجومي ولكن بالحقيقة هي دفاعية أمام مشروع توسع صحيوني والحرب الدفاعية لا تحتاج حتى إلى فتوى مع ذلك الفتاوى موجودة فتوى السيستاني الله يبين بقاءه آخر فتوى واضحة إيقاف هذا الإدوان بكل الوسائل الممكنة حتما المرجعية بأقلانيتها وعلمها وفهنها فتوى الفتوى هذه؟ لا يمكن أن تذهب لا يمكن أن تذهب وتقول أنه وقفوهم من خلال الجهد الدبلوماسي أو السياسي أن هذا الأمر لا يمكن تحققه في يوم من الأيام طالما هناك بيتو أمريكي و هناك لوبي صحيوني يتحرك و يتفاعل و يؤثر على القرارات الدولية لا يمكن أن نحصل على قرار دولي و إلا قرارات الأمم المتحدة بإيقاف الحرب موجودة بالعكس بعض الدول ذهبت إلى تجريم إسرائيل و قادتها و لكن لا يحصل شيء بالتالي الطريقة الوحيدة لإيقافهم و تحجيم خطرهم على المنطقة هو هذه العمليات نحن نعتقد و نرى من منظورنا أن هذه فتوى للعمل و صريحة و واضحة تعتقد المرجعية تؤيد مواجهة الكيان؟ تؤيد المقاومة في مواجهة الكيان؟ هل تتعبد بمواجهة الكيان؟ نعم ليس التعبد تتعبد تتعبد هذا وفق قراءة لديكم مجساد قريبا؟ لا لا شوف هناك ثوابت و أصول في المذهب نعم المرجع و المجتهد عندما يذهب باتجاه معين مساحته الشخصية محدودة في تحقيق المصادق و التحقق منها أما الفتوى و الأحكام هذه هي من الله سبحانه و تعالى المرجع هو وسيلة القرآن و الكتب السماوية و الأنبياء هي وسيلة لمعرفة الحكم الشرع هذه ثوابت في الشريعة لا يمكن لشخص أن يتصور أو يتخيل حتى على مستوى الخيال أنه هناك مرجعا شيعيا هو ليس مع مواجهة إسرائيل إلا إذا كان هو خارج عن مألوف الشيعة و عن أدبياتها ثانيا هذا ليس تقويل للمرجعية المرجعية هي قالت بصريحة العبارة حرمت من زمن طويل حرمت حتى البضاء الإسرائيلية و التعامل مع إسرائيل و مسألة الحرب و دعم الحرب و التصدي للمشروع الصهيوني هذا الفباء تاء في المذهب نعم طيب هل هناك شخصية عراقية تخشون استهدافها من قبل كيان طبعا بدون أسماء قيادات الصف الأول في المقاومة كلهم في خطر وأعتقد أن إسرائيل هذا أكثر ما يمكن أن تفكر فيه لأن العراق يختلف من ناحية السياسية العراق فيه مصالح دول و الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح في العراق و في المنطقة و استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة أسهل بكثير من استهداف الكيان و لذلك الأمريكية تضغط باتجاه عدم استهداف العراق و عدم الذهاب إلى التصعيد بموعية الاستهداف لعل البعض يعلم و لكن الكثير لا يعلم أن إسرائيل استهدفت العراق كثيرا حتى قبل هذه العمليات استهدفت و ضربت في بغداد في معسكر السقر و ضربت على الحجود و ضربت في أماكن معينة غير إذا فتشنا بشكل دقيق نجد أننا كثير من العمليات التي حصلت من التبجير و الاغتيالات هي مرتبطة تتوقع أن السيد السستاني هو ضمن بنق الأهداف الصهيوني كما أروج له في الإعلام الصهيوني نشوف أنا أعتقد أن تل أبيب و حكومة النتنياهو هي في حالة هستيرية و لكن لم تصل إلى هذا الحد من الجنون لا تزال تستمع لمن ينصح و يعتقدون أنه جنون في حالة استهداف هم لا يعتقدون جنون لأن لا يعرفون يعني الطبقة أو النشر الذي حصل من بعض القنوات الإسرائيلية هو لا يستوعب ماذا يتحدث عن من يتحدث من هو السيد السستاني الله يحفظه لا يعرفون من هو يعرفون أنه شخصية عراقية مقابل هذه الشخصيات الكبيرة التي طرحت في القائمة لكن هل هذا هو هدف منطقي بالنسبة لهذه العمليات حتما لا أعتقد أن إسرائيل لا يمكن أن تخطو هذه الخطوات لأنها سيكلفها الكثير و سيكلفها ردا من كل الساحات دون استثمار و من دون ضوابط و من دون قيود أنت مع أن يكون المرجع السستاني في مأمن خلال هذه الفترة على قد تقدير يجب الحفاظ على السيد السستاني بكل الأحوال سواء كان تجاه التهديدات الإسرائيلية أو غيرها من التهديدات نعم اليوم لا نستطيع أن نأتي بشخص آخر يشبه أو كمثله فبالتالي اليوم نحن عندنا ثروة كبيرة ليس على مستوى التشريعات فقط و لكن على مستوى المواقف و صمام الأمان نعرف ما هي المواقف التي صدرت من المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف و السيد السستاني تعديدا اليوم لا يمكن أن نفكر أن هناك من يخلف سماحة السيد السستاني كما هو الآن للسيد السستاني فهذا مسألة لا بد أن يكون هناك حماية وتفكير في حماية وأمن السيد بطال الله في عمره الشريف من كل الأخطار و من كل التحديات أيضا هناك أخطر من ضربات إسرائيل هناك الأصوات المعجورة القنوات المعجورة و الأقلام المعجورة هذه أخطر الاغتيال السياسي أخطر من اغتيال الجسد طيب دخولكم للحرب أنتم كفصائل عراقية ألا يسبب هذا حرج للحكومة العراقية و أنه خصوصا أن الكيان هدد في استهداف حتى الموانئ العراقية و حتى آبار النفط أنتم قد تعرضون لإقتصاد العراقي للخطر فلتكن فرصة للحكومة العراقية أن لا تكون الحلقة الأضافة على الحكومة العراقية و السياسة العراقية و البرلمان العراقي و كل الدوار العاملة في العراق أن تعمل من أجل أن تجعل لنفسها حصانة و حماية ذاتية كيف؟ من خلال التسليح من خلال الموقف السياسي الموحد من خلال الاتفاقات الدولية و كذلك من خلال الانسجام و التناغم مع صوت الشعب الحديث عن نحن الأضعف خايفين و لا يضربوننا و لا يقتلوننا هذا يعني من تمنى أن يصل العراق إلى هذا المستوى؟ اليوم العراق كان قوة أقليم نعم نحن نعلم من بعد 2003 هناك سياسة أمريكية في التسليح العراقي و هذه العملية يعني أنا أسأل سؤال لماذا تصعد الدبابات الأمريكية على الطائرات العراقية المدفونة بالرمال مثلا؟ مثل ما احتفظنا بأشياء كثيرة من الجيش العراقي السابق نحتفظ بهذه الطائرات لماذا دمرت كثير من القطاعات الآلية العسكرية الدبابات و مدافع و مدرعات لماذا دمرت؟ هل ستكون هذه معارضة للسلطة؟ حتما لا هل ستذهب إلى دول أخرى؟ لا هذه مقدرات الشعب العراقي وبالتالي استبدالها هو فيه مردود اقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية هذا أولا ثانيا بقاءها و مع التقنيات الموجودة و التمكن الذي كان يمتلكه الطيارون و غيرهم في هذه الطائرات التي هي روسية المنشأة أو فرنسية هذا كان يعتبر جزء من المخزون العراقي لماذا دمر؟ وهو في الصحراء الذين تباكون و يتحدثون عن إيران و الطائرات التي ذهبت و لم تسترجع و إيران تدعي بحق دولي و هو المقاصص الدولي هذا حديث لكن الذي سحق بالدبابات الأمريكية و هو بالتراب نعم أين وصل به فبالتالي عفوا أعتقد أن السياسة الأمريكية في مسألة التسليح العراقي يجب و هذا معلومة لا نجيب لأنه لا يدعنا شيء غريب أو مثلا سر السياسة هو أن لا يكون هناك للعراق أسلحة أكثر من أن تكون أسلحة داخلين حتى طائرات الأف 16 حتى الأبرانز كلها محدودة في الحرب الداخلية و العراقين عليهم أن ينتبهوا جيداً لهذه القضية أنت تعطيني سلاح للداخل فقر أنت تشجع على حرب أهلية أم أنك تسلحني من أجل أن أواجه كل الأخطار الأجنبية بما فيها التوغل التركي بما فيها الأخطار المحتملة نعم فد مداخلة الحكومة الحالية تسمى حكومة الفصائل أغلب الأطراف التي شكلتها هي من الفصائل لا أسلم بهذا التسمى تسمى هكذا لا هذه جزافة حكومة الحكومة و قرار الفصائل المشابه دعنا نقول حكومة الإطار نعم والإطار جزء من الإطار هو الفصائل نعم والفصائل على طول الخط داعمة ليس داعمة الدولة العراقية بكل كيانها نعم و هذه كلمة صريحة و راضحة كل الدولة العراقية مدانة إلى فصائل المقاومة في البقاء و بما أن الحكومة قد شكلت من هذه الفصائل يعني أن قرار الحكومة في المواجهة هو نفس قرار الفصائل لابد أن يكون هكذا قد يحترم ولكن لا أدحي أن هناك تنسيق مباشر بين الحكومة العراقية و فصائل المقاومة ولكن الحكومة يتمثل الشعب و فصائل العراقية جزء من الشعب لا يمكن أن يأتي السيد السوداني و يقول لأي جهة خارجية أنا سأقمع شعبي و أمنعهم من مواسط حق مشرف و تأريخي مقابل أن ترضوا أو يرضى أعدائي عني أنا أشوف أقول لك فالكلمة في حال منعكم يعني يعتبر قمع؟ هذا لم نمنع فإذا لم يمارس في السلطة نعم أشوف أنا أقول كلمة مختصرة في هذه المعادلة يعني و تحفظ هذه الكلمة يكفينا في هذه الحرب و دخولنا في هذه الحرب أن نرفع عن أنفسنا و عن العراقيين جميعا عارس سكوت الأربي اليوم العرب يعيشون حالة من الصمت المخزي و موقف لا يتشرف فيه للأجيال و لا أجيال الأجيال موقف خزي و موقف متراجع موقف تراجع ديني حتى الموقف الديني لم يثبت لا بمواقف شعبية ولا مواقف حكومية طيب أين ذهب هؤلاء الذين كانوا يفجلون أنفسهم من العرب في العراق؟ أين ذهب الفدائيون الذين جاءوا لمقاتلة الأمريكان في العراق في مطار بغداد و غير مطار بغداد؟ أين هم؟ الذين قتلوا منهم لا يتجاوز 20%؟ أين الثمانين بالمئة الباق؟ الذين عادوا إلى بلدانهم؟ لماذا لم يذهبوا إلى فلسطين و إلى لبنان و يحولوا أنفسهم إلى مشاريع استشهادية لمواجهة الصهايمة؟ لماذا لم تقف الحكومة العربية موقفا من الذين يشاركون في فلسطين و في لبنان كما وقفت مع الذين يشاركون مع داعش؟ لماذا لم يطرحوا تسهيلات تركيا كردستان أقولها بصراحة الكويت السعودية سوريا كل الدول شاركت في تسهيل بناء القاعدة في العراق؟ بدعوة أنها مواجهة الأمريكان ثم تحولت إلى الطائفة الشيعية تحديدا و دعمت بدعم كامل نعم أين ذهبوا هؤلاء؟ لماذا لم يحولوا هذا الدعم إلى مواجهة إسرائيل؟ بالتالي نحن نعتقد أننا اليوم نفخر و يفخر الشعب العراقي و يفخر الشعب اليمن و يفخر الشعب الإيراني و اللبناني و الفلسطيني هذه الحواضر الخمسة و من ضمنها السوري فقط هؤلاء لهم الحق بأن يفخروا أنهم قاتلوا الصهاينة و لم يوصموا ببصمة العار التي وصم بها و وصف بها الشعوب و الحكومات العربية جيد كيف تقيم اختيار الشيخ نعيم قاسم بدلا للشهيد حسن نصر الله؟ نتيجة منطقية أولا سماحة الشيخ نعيم قاسم أن أعرفه عن كثب و أنقف لديه من العلم و المعرفة و تاريخ الجهاد الكبير لا أستغرب و لا يستبعد أن يكون هو الأمير العام هل يملأ الفراغ؟ هناك مسألة تانية من الناحية الفنية نعم يملأ الفراغ لكن المخيلة الشيعية و العربية و العالمية أخذت انطباعا عن سماحة السيد حسن نصر الله و أخذ حيزا في طريقة أدائه و هذا إنتاج سنوات طويلة نعم لا يمكن أن تملأ يحتاج الشيخ نعيم قاسم عشر سنوات على أقل تقدير حتى يمكن أن يملأ هذا الفراغ الروحي الذي تركه سماحة السيد حسن نصر الله و عليه أن عشر سنوات حتى يصل إلى هذا الخطاب الذي وصل إليه سماحة السيد حسن نصر الله هذه مسألة غير الجانب الفني من ناحية الجانب الفني أبدا لن يكون هناك تغيير ولا شعر واحدة في الأداء في المستوى السياسي و العكس أنا أعتقد أن سماحة الشيخ نعيم قاسم عطل الله بعمره الشريف هو من الشخصيات الأكاديمية الممتازة و يعمل بنظام متوازن و يحترم كثيرا للعقول ماذا مثل لكم خسارة السيد نصر الله؟ ربح كبير ربح كبير؟ ربح كبير نعتقد أن خسارة جسد السيد وجوده كجسم بيننا نعم خسارة كبيرة و لكن السيد تحول من شخص قائد إلى مدرسة ليس كل العلماء تحول إلى مدارس في كل زمان هناك شخصية يسمى مجدد على المستوى العلمي و الجهادي و الثورة نعتقد أن سماحة السيد حسن نصر الله تحول من قائد و للأسف في الفترة الأخيرة يعني مرحلة الثمانينات نهاية الثمانينات أعفون التسعينات من بعد سنة 94 تقريبا 93-94 إلى حد 2006-2007-2008 سماحة السيد حسن نصر الله تحول إلى قائد عربي بانتياز أحس العرب بخطره فبدأوا يحاولون أن يهجموا تحول إلى قائد ميداني إلى قائد حزب الله ثم بعد ذلك المحور و هذا بدون شكل هذه المعادلة بشهادته تحول إلى مدرسة جهادية تدرس و ستكون الأجياء أنا الآن أسألك موبايلك الآن كم واحد و أضع صورة السيد حسن صلى الله ما كان يعرفه أنه إلا القليل أصدقائك العراقيين و غير العراقيين كم شخص الآن هو متألم و يتذكر و يستذكر كلمات سماحة السيد حسن نصر الله و هو ما كان يعرفه ثأركم السيد حسن نصر الله شينو راح يكون؟ شينو بنك أهدافكم؟ لا شيء يسد لا شيء يشفي الصدور في هذه المسألة و لكن أقل شيء نتنياهو أقل شيء أقل شيء يفترض أن يكون هدف هو أنتنياهو بالحكومة خارج الحكومة يجب أن يكون هو أقل الأهداف و قد تصلون له؟ هذا بتوفيق الله يصل ثأر سماحة السيد أولا هي ليست المسألة بالحسابات الرقمية اليوم نتحدث عن حزم المعرك ما يفعله الصهاينة بالاستهداف في لبنان و في فلسطين هذا الدمار الشامل إذا قرناه على مستوى الأرقام و الكميات ما تقوم به فصال المقاومة في فلسطين و لبنان لا يساوي حتى 10% هذا في الحسابات الكميات و الأرقام و لكن على مستوى المعنوي و على مستوى الانتصار لا المعادلة غير يعني اليوم حزب الله داخليا متماسك إلى درجة أن النازحين و هذا ليس إخبار أعلام حتى من أخواننا و اتصالاتنا المباشرة معاهم حتى أم الشهيد و أم الشهداء الآن ترفض المساعدات لأنها تقول المهم تبات شبابنا في المعرك الصلابة و القوة في الداخل اللبناني تمتاز على الداخل الإسرائيلي بعشرات المرات اليوم نسمع نداءات للجنرالات الإسرائيلية تطالب بإيقاف الحرب و سؤاله هنا متى تنتهي هذه الحرب؟ بعد خليه أكمل فقط على الانتصارات هذا أولا ثانيا مستوى الرعب كل ما صنعه الإسرائيلي باستهدافات متعددة لماكن مختلفة لمستشفيات مراكز مالية مثل القرض الحسن بنايات سكنية كل ما فعل وزع من شمال لبنان من عكار إلى الجنوب وزع ضربات هنا أو هناك كل هذا لم يوجد الرعب الذي أوجدته صواريخ المقاومة في كل الأرض المحتلة إذن بهذه المعادلة هو خاسر ما نشهده اليوم من تقارير حقيقية عن الخسائر الإسرائيلية يصل إلى 12 ألف مصاب غير ما يظهره الإعلام الإسرائيلي و الآن الإعلام الإسرائيلي أثبت كذبه أمام جمهوره من سيكون صاحب الطلقة الأخيرة في هذه الحرب و متى ستنتهي هذه الحرب؟ الحرب لن تنتهي المعركة ممكن أن تنتهي أما الحرب فلن تنتهي من هو صاحب الطلقة الأخيرة؟ أعتقد نحن أنتم؟ الذي يفكر أن هذه الضربات ممكن أن تضعف المقاومة تجعلها في الموقف المستسلم؟ لا الذي يفرض الشروط هو المقاومة محور المقاومة طيب أنتم كمقاومة في العراق لديكم غرفة عمليات مشتركة في هذه المواجهة تحديداً؟ أم كل فصيل له قرارة في دخول هذه الحرب؟ يعني أي خمس أطفال يشترون مع بعض لازم يفكرون بهذا التفكير ليس فصال المقاومة حتماً هناك عملية مشتركة هناك تنسيق كامل هناك تبادل أدوار وهذا عمل مشترك وفي اجتماعات مستمرة وفي تنسيق كامل؟ أعتقد المقاومة العراقية اليوم لا تبحث عن المسميات اليوم تصل إلى الحديث باسم الشعب العراقي فصال المقاومة العراقية حتى هذه مسألة الآن ملغاة من هذه المسألة طبعاً الكل يريد أن يتشرف بهذا الشرف ويدعي هذا الشرف بنفسه ولكن مع ذلك فصال المقاومة تتحدث بلغة واحدة وتوزع الإنجاز على الجميع وأيضاً حتى المسؤولية توزع على الجميع آخر سؤال يقالب أن إيران هي صاحبة القرار في دخولكم الحرب أو تراجعكم؟ أو الدخول في هدمة؟ وإن؟ وإن؟ نحن اليوم في محور مقاومة نحن اليوم في جبهة معادية لإسرائيل وهذه الحرب فيها إيران واليمن والعراق واللبنان وفلسطة لكن من صاحب القرار؟ الكل لديه قرار هناك القرار التكتيكي وأملياتي وهناك قرار سياسي نعم هذا القرار السياسي يتداول به ويناقش ويدرس أما القرار التكتيكي فهذه يمثروك للجبهات الحديث عن إيران وعدم إيران نحن لا نجد فيه عار ولا نجد فيه عيب أن نكون مع إيران ولا نتشرف بأن نكون من ضمن الخارطة البيضاء التي رفعها النتنياهو في اليوم المتحدة نقبل ونتشرف بهذه الخارطة السوداء ونعتقد أنها شرف وهذا هو صوت محمد وآل محمد فقط الشيخ كاظم الفرطوسي المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء شكرا جزيلا إليك حياكم الله الله يحبه وأيضا شكرا لكم مشاهدينا على حسن الإصغاء كان معكم في الإعداد والتقديم متنى جبار و Leah مانهلا